هل مودست لاعب ومهاجم مناسب لمرسير كولر؟ طبعاً استكمالاً لكلام ثابت فكرة أن في الدور الألماني جايب هذا الكم من الأهداف لأن دوري قوي جداً دوري الألماني نتكلم أنه في الموسم اللي هو مش الموسم اللي فادة اللي قابله على طول اللي هو برضو لو نستتكلم عن عمل السن نتكلم في موسم 2021-2022 هذا اللاعب مع كولن الألماني كان رابع هداف الدوري الألماني كابتن لو نتكلم كمين بقى الهداف نتكلم في ليفندوفيسكي تشيك هلند لما كان لسه موجود وده كان الرابع مودست كان الرابع بعد الثلاثة دول بعشرين هدف فالنهاردة بتتكلم عن مهاجم عنده خبرات كبيرة متواجد في منافسات قوية النهاردة كولر زي ما سابت قال كده هو لو تفتكر أول حلقة خالص عملناها عن مرسل كولر كابتن إسلام لما النادي الآن يتعقد معه قلنا أنه هو بيفضل دائماً نوعية المهاجمين المحطة المهاجم اللي هو دائماً لما تلعب له الكرة العالية عنده بيبقى الحلين الحل الأول أنه هو يخترق من المدافعين يعني يسبق هو ويأخذ الكرة ويروحها الجون إما الحل الثاني زي فلافيو كده لما كان يطلع يأخذ الكرة بدماغه مثلاً لعمد متعب لبركات لابوتريكا للونجات والأطراف أو يسندها لكابتن إسلام لكابتن إسلام من كابتن إسلام العرضيات هذه الفكرة بتاعت المهاجم اللي كولر محتاجه كولر وظف كهرباء في المركز ده ولكن كهرباء مش مهاجم صريح فطبعاً فيه خصائص معينة عند كهرباء ما كانش يقدر ينفذها فكان كولر بيعمل إيه؟ بيجيب حمدي فتحي يوظفه بالشكل الرقم 8 اللي شفناه عليه وحمدي فتحي كان بيصنع وبيسجل أهداف كتيرة شفناه كمان حاول دمع ديانج بعد محمدي فتحي ما مشي في البداية كان بيجرب بيرسي تاو كان بيجرب برونو سافيو كان بيحاول دايماً يلاقي الفكرة بتاعت المهاجم اللي هو دايماً بيخلق له المساحة يفتح له المساحات للأطراف يطلع يبقى محطة كويسة كمان مؤهدر لأن كولر هتلاقي فيه كرات كتير زي ما قلنا نمط بيلعب عليه فكرة الكرة الطويلة